مباراة طبعاً مهمة بالنسبة لنا وزي ما انتا قلت باللعب فرقة منظمة فرقة بتلعب أسلوب عندها أسلوب كويس هم تعودين عليها ورغم الأخطاء هم مصاممين اللي هم عملوا نفس البناء من تحت ومبلعبوش كورة طويلة وكان مهم جداً نحن نلعب وزي ما انتا قلت عملنا أفلنا مساعد كويسة واعتمدنا طبعاً على سرعات المواليد لما نزل الفرقة معانا ورمضان نفس القصة حسين لما اشتغل في ظهر الناس لأنهم بدأوا يلعبوا دفاع عالي شوية فكان عندنا مساعد في ظهرهم الحمد لله قادرنا نستغل له وزي ما انتا قلت مهم جداً لانتا تحقق الهدف اللي انت بتحققه ومكسب مهم الحمد لله وسلسة النقاط مهمين وسلسة أهداف مهمين جداً إن شاء الله نركز في اللجاء إن شاء الله أكتر وربنا سأل ماتش جاي بإذن الله إن شاء الله كما نيمكن أكيدك أبسامي من الأبرز التعليمات إن هي من ركز في ترتيب وادي ديجلة لأن ترتيبه كان في آخر الدوري العام ومبارات كلها أي فريق بيلعب نادي لها يبتم ببارات كاس ومبترب بطولة النهاردة ما تدارش تقول إن وادي ديجلة آخر الدوري بالحمية وبالحماس وبالجدية اللي كانوا بيلعوي بها نار طبعاً الفرق كلها محترمة جداً الفرق كلها عندها خبرات فرق ديجلة يمكن آخر الدوري لكن من الفرق المنظمة الفرق اللي نطلق عليها بتلعب أسلوب ممكن الراجل بيحترم كل الفرق وبيشتعلها كل الفرق أهم حاجة تساعدت نقاط لأن سلسة نقاط ديجلة هم هم كل الفرق سواء أهل زمالك ما قولين كل الفرق بالسلسة نقاط الحمد لله زي ما أنت قلت الأهم من اللي احنا تكسب الأهم من اللي أنت تواصل مسارتك الحمد لله وبنفس الأداء وبنفس الروح دي وبنفس القوة دي الحمد لله طبعاً إن شاء الله زي ما قلت لك اللي جاي طبعاً أصعب بخلص مرحلة ومددق في المرحلة الجاية ضغط المبارات طبعاً يعني أثر علينا ده وده طبيعي جداً يعني أنت زي ما أنت بتقول كل الفرق اللي بتالعب قد من دي الأهل بتعمل أقصى أقصى حاجة لها إحنا مبارات متلحمة أفراكية وبعد كده كيس وبعد كده دوري لكن الحمد لله في ظل دوات وإنت بتحقق الأهداف دي وتحقق المكسب ده فأعتقد الحمد لله دي حاجة أجابية يعني على ذكر المبارات يمكن حرص الحدود مش هيسمح الآي براحة قالس خلاص تدريب بكرة 11 الصبح ثم يخش النادي الآلي بدوافع الجديدة في مبارات حرص الحدود كيف سيستعد النادي الآلي والجهاز الفني لدي المبارات زي ما انت قلت يعني ممكن نحن عندنا بكرة 8 الصبح إن شاء الله والجمعة برد وبعد كده السبت إن شاء الله نخش معسكر تاني المبارات حرص الحدود مبارات برضو من مبارات المهمة لنا وعلى أرضنا إن شاء الله حقق الهدف منها ونوصل إن شاء الله للنصارات وإن شاء الله إحنا بفكر في نفسنا بس أنت بتكسب تعمل عليك وأعتقد للفرقة اللي بتكسب يبقى عندها فرصة أكبر لها تحتفظ باللقم إن شاء الله